أنت الأول كنت في المغرب بعد كيها روحت لبنان صح؟ صح؟ بعد كيها من لبنان لمصر إيه الحاجات الاختلافات بين كل بلد اللي أنت حستيها؟ بصراحة بحب أول يعني البلدين لما روحت لهم أحبتهم قوي يعني كنت مرتاحة فيهم يعني ما حستش أن أنا غريبة عن البلد بس طبعاً مصر أكتر بكتير مصر من الأول أصلاً ما جيت حاسيت أن الشعب نفسه عمل الكولتشر بتاع الشعب وكده قريبة شوية من المغرب الناس هنا تحس أنهم جنون قوي طيبين قوي كرمة قوي فكنت حاسة أن أنا يعني ما أخليك يا الله والله دي الحقيقة بجد الله أخليك وكمال إيه بقى اللي عجبني قوي في مصر أن الناس مصريين دموهم خفيف قوي دي تيك أبيت نعرف اللي هو بضحك فصراحة يعني فعلاً مصر ليه هروح غريبة عن أي بلد تانية يعني إيه المشاكل اللي قابلتك والله ما قابلت أول أي مشاكل طب اللاكنة حتى كنت قررت بكترين مصر آه لأ دي كانت كرسة بقى آه لأ دي كانت كرسة فلما جيت ما كنتش بفهم خالص مع أن إحنا أخلي بالك في المغرب يعني مثلاً أهلي كانوا بيعودوا يتفرجوا على أفلام مصرية كتير قوي وكده بس أنا ما كنتش بصراح أتفرج على أي حاجة خالص فلما جيت يعني أنا آخري الأغاني ده يعني ده اللي أنا أعرفه في المصري بس طريقة الكلام بقى أو تركيب الجمل كان بالنسبالي حاجة غريبة فا.. فاو الناس كانت بتفهمك؟ آه وكانوا بيعودوا يتفرجوا على الطريقة عشان كنت بحش أشبخش لأ كنت بخش أشبخت لأ أساساً يعني كنت فعلاً ما بفهمش يعني ساعات اللي هو معلش تاني يعني أعود في التفسر كثير قوي عشان أفهم أو لو قالوا اف ف مثلاً أفضل أنا عاملة كده أعرف اللي هو فيوضحوا لي فوقت فهم يوضيوا يتحكوا وأنا بقى شكل إيه لو ريخ ما اللي أعلم في القادة أيوك طب خد منك وقت قدي الموضوع لحد أخد مني سنة وشوية عشان أتعلم وبقيتي بقى بتشوفي أفلام بقى وتسمعي أغاني ومصرية وخلاص يعني لا كنت بسمع أغاني عشان ساعتها كنت بعمل ألبوم بتاعي فكنت مشغولة قوي يعني ما كنتش بيبقى عندي وقت إن أنا أتفرج على أفلام وكده